اهلاً و سهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديوفي في هذه الفقرة كريم سعيد زكا كريم أهم نقاط القوة والضعف أهم نقاط القوة والضعف أهم نقاط القوة والضعف أحمد سابت عشان محدش بس يقولينا إيه؟ النهاردة جماعة حنتكلم عن نادي ريال مدريد واحد من أعظم اللي لم يكن الأعظم في العالم عن أهم نقاط القوة والضعف حقنا على فكرة ومحدش يقولينا اللي أنت عايز زكا بحمد الحمد لله مبارك إيه؟ كله تمام؟ هنتكلم يا كابتن هلي وقعتنا قوة وضعف لا لا والحلقة اللي فاتت احنا بس لمنا هنت كده أه بالضبط وساعتها جبنا نقطة الضعف أنا قولت وهنا سأسكده قليلا أنا قلت أنا قلت مين أكثر نقطة الضعف في ريال مدريد نقاتشو راح جايب ديامكم في نفس نقاتشو بقرأ عليه بصراحة هدر هدر عالمي لو مكلموا في التلفون مش هعمل كيف هدر عالمي بصراحة لا طبعا جايدي طبعا إحنا بس كابتن إسلام كابتن هاني خلينا نكون وقعيين جماعة إحنا بكرة بنلاعب بطل أوروبا مش بطل أوروبا بس يعني كده ده ريال مدريد أعظم مؤسسة قروية لنادي في التاريخ كيمة تسويقية ولا بس كل ده هيتشال وهيجبولك كلمة إيه نعم نقطة الضعف لا ما هو ده وهل يجرؤ أي مشجع لريال مدريد في باطن العربي إن بكرة لما يشوف اسم ناتشو في خط الدفاع يجرؤ هو نفسه يقول أي وإحنا واسكين فيه هو أي حد في العالم أي فريق في العالم يعني مش فيه نقاط ضعفه يعني هو فيه فريق في العالم ما فيهوش نقاط ضعفه ده أنا هقولك المفاجبات ده طبيعي ده فينيسيس فينيسيس عامل مشكلة كبيرة جدا في قطة اللبس والحوار اللي اتخذ له من ماتشو مايوركا وهو بيقول لعب مايوركا في الخناء لما المخرج جابها وبيقول له خلي بالك إحنا لما أنت هتبطل مش هتلاقي شو كنتش تغالها هيبقى إحنا ساعتها معناها فلوسة أكتر منك وبتاع هم يعني كل برامج المنتمية دريال مادريد في أسبانيا وسائل العالم الأسبانية كلهم بينتقدوا حتى فينيسيس على تصرفاته في الفترة الأخيرة وطبع هم كمان حاسين أن برشلونة بدأ يقرب بدأ الدولي الدولي بيروح الدولي فعلا الأسباني وده عامل أز أنشلوتي واقف على الخط قمة النرفازة وإذا صحح هذا التشكيل اللي نزلته صحيفة أس الأسبانية منذ قليل ده يورينا قديه أنشلوتي يواخد مباراة بكرة بأهمية قوية جدا 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 ومش حاطت فيها حتى مجرد المخطرة ولسه قبل ما أسمع منك التشكيل لسه منذ قليل الخبر اللي أنا قلته يا كابتن هاني فيما يخصه إنه إدارة ريال مادريد أول ما أول ما تسمع الكلمتين ده قلت أحرف إنه هيحصل مصيبة على طول بعد بمعنى إن أي إدارة إن أي نتيجة أي أخفاق اللي جاي قالوا إيه في يلا كرة بالمناسبة قال لك إن إيه إحنا أنشلوتي لن يتعرض للإقالة حتى في حال خسارته من النادي الأهل على طول تعرف إن إيه خلي بالك لو خسرت برشي الأهلي هنحطك بره عنده أنشلوتي عنده مشكيل طبعا بيريس بيحب بيريس بيحب أنشلوتي جدا لكن فعلا ولقوا جبور مدريب والخسارة قدام مايوركا رجت الدنيا رجتها بكل قوة وشايفيه ده حتى أصفحة كابتان هين الأخبار يناك كلها نار فيه سوشيا ميديا الموضوع موضوع صغير ما بقاش الدنيا مقفولة الدنيا بقى تمسوحة بشكل كبير وأنشلوتي واضح جدا مطش مايوركا متنرفس جدا للفرعة بوراء هتعمل الكلام للفرعة ومش طبيعته خلي بالك يا كريم ما كانش طبيعته خالص ده هو عدد يده يعني هو عراقل فالفيردي فالفيردي في تغييره مسك الزاست المية على الدكة وراح دب رامي على الأرض الوضع في الفريق بصراحة مالوش دعم موديا القندية موديا القندية مش في دمخهم هم في دمخهم الليجة لأن الليجة إنها تروح لبرشلونة معلش في الحتة ديت برضو أنا كنت لسه بتكلم مع الكباتين قبل أنتم ما تخشوا قد تكون هذه العطرة في الليجة دافع قوي جدا بعد الماتش بعد مايوركا ما خلس طبيعي أبتكلم تركيزهم هو ماتش مايوركا هو ماتش الديامش في دماغ وحتى لما تسأل قال لك أنا ما فكرش دواتي بيها هو ماتش مايوركا هم نقولي النرفازة دي مش شان المونديال أو عشان خطورة المونديال لا لا النرفازة دي لأن الليجة هي الهدف الأساسي لما دي زي ما الدوري المحلي للنادي الأهلي بصراحة بتسأل تمانين في المئة من جمهور الأهلي هيقولك أنا الدوري عندي أهم من دواتي أفرق أنا مخصرش دوري إلا الدوري دوري دا صح بعد ما أخذ الدوري نتكلم بعد أي حاجة تالي نتكلم أي حاجة تالي كل حاجة بتعدي في الخسارة الدوري دا ممنوع نفس الأن بالنسبة للريال فالنهاردة وحنا أنا والسابط طبعا هنتكلم على التشكيل بتاع أس وهنش لا لا أسلم مش هتكلم بس لا تكلم هتسألوا كده من توقع ماتش كان بك تقالي نتيجة بره حلو قوي بقول لي هنكسب لايما دي تستويح دا الكلام بقى الحاجة الوحيدة لأنا قدر أتحك عليه يعني عارف لأ لازم أتحك على النتيجة يعني أنا بحب النتيجة دي كأهلاوي أحب النتيجة دي فدايما لما تتألها نحن حالة تبع حلو هنحلل نقاط القوة الكثير من نقاط القوة في ريال مدريد وبعد نقاط الضعف الوضحة في الفريق واللي زهرت في مباراة مايورك الأخيرة اللي زهرت بالفترة الأخيرة أحمد سابت برضو من هذا المنطلق كيف تنظر لهذه المباراة طبعا احنا عايشين لحظات كمة في الفرحة كمة في الفخر كمة في السعادة اللي احنا بنعيشه ده سواء المشاركة التالتة على التوالي أو التمنى في تاريخ النادي الأهلي بعد كده مقابلة منافس زي ريال مدريد في نص النهاي حاجة بصراحة فخر تصريحات النهاردة انشلوتي وبالفيردي على النادي الأهلي وبقيمة النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي وبطولاته وتحذيره دي حاجة بصراحة تدعو للفخر على أي أهلاو أنه يفتخر لما يشوف التصريحات دي وأن انت بتقابل ريال مدريد خليها نقول اللي هي مباراة الملوك ملك أفريقيا بيواجه ملك أوروبا وبكده بالأرقام الأرقام اللي بتقول كده أكتر اتنين نديين في العالم حصلوا على ألقاب كرية واللي بينفسوا بعض على الألقاب الكرية ريال مدريد واخد 28 لقب كاري النادي الأهلي واخد 24 لقب كاري فهي مباراة برضو خفهم وتصريحاتهم من الجمهور بكرة الجمهور للتذاكر إن شاء الله 45 ألف تذكرة تم حجزة 45 ألف تخلي بالك أنا عايز بس عايزة أقول حاجة لأنه لكل المعتقد من 45 ألف هاي بقوا أهلي لا فيه طبعا جماهير هندقوا ل 40 أهلي أسبانيا من رباط ساعة العشر ده دي مبدئية والرباط فيها جالية أسبانية تصل إلى مش عارف 600 ألف ولا 700 ألف حاجة كده فخلينا نقول بس البطولات الأول بتاعت أن ريال مدريد وبطولات النادي الأهلي عشان برضو نعرف أن ملك أوروبا بيواجه ملك أفريقيا ريال مدريد واخد 14 دوري أبطال أوروبا 2 دوري أوروبي اللي هو اليوروبا لخمسة سوبر أوروبي 4 كاس عالم للأندية 4 هم ما بيطمحوا للبطولة 5 في تاريخهم الانتر كونتيننتل 3 بطولات لما تجمعهم تلاقيهم 28 لقب كاري لريال مدريد مقابل 24 للنادي الأهلي نجيب النادي الأهلي كمان 10 دوري أبطال أفريقيا 4 كاس الكووس الأفريقية 1 كاس الكونفيدرالية 8 السوبر الأفريقي 1 الأفرو أسيوية 24 لقب كاري للأهلي وهم أكتر ناديين في العالم حصلوا على بطولات كارية خلينا نقول أن القيمة التسوية للفريتين طبعا فارق كبير جدا أكيد بس ده يعني ده إن شاء الله مش مش شرط مش معنى أن الفريق طبعا فارق كبير جدا يعني ريال مدريد 849 مليون يورو مقابل 29 و 7 من 10 للنادي الأهلي بتتكلم في فارق كبير جدا ما بين لكن خلينا نقول إن شاء الله لما نتكلم دلوقتي على نقاط القوة والضعف نحاول يعني نبرز بعض النقاط اللي احنا ممكن نلعب عليها وبعض الحاجات اللي ايه نخلي بالنا منها يعني نتوكل على الله نتوكل على الله نتوكل على الله ونبدأ نبدأ بنقاط القوة بقى عشان يعني نشوف في الآخر بنقاط الضعف أنا جاب للإسلام حابب إن إحنا نبدأ من آخر يعني آخر محطة ريال مدريد توقف عنها وهي صور بقى شباب بالمر عشان آه مبارات مايوركا وحابب نبدأ بالتشكيلين يعني يعني ممكن نحط تشكيلين ريال مدريد وتشكيل ميوركا طبعا كل مشاهدين عارفين إن مايوركا متولي تدريبه أليجري آآ آآ آجياري آجياري مدير فان المكسيكي اللي كان ماسك متضخب مصر في كاس الأمر طبعا كابتن هاني هو طبعا كابتن هاني وكابتن هاني اشتغل معنا آجياري طبعا كان زكي جدا فوجة نظري في المبارات كان زكي جدا 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 أنه هو ضحك على أنشلوتي في التشكيل التشكيل أي حد يشوفه قبل المبارات خمسة أربعة واحد شكرا هينزل يلعب زون ديفينس وحيسيب الكرة للريال والريال ياخد الكرة وهو يلعب على هجم المتدد هو ليه بخمسة أربعة واحد بالفعل هو لكن عمل هاي لاين ديفينس وهاي لاين بريشير عليهم من نص ملعبهم ريال مدريد أول نص ساعة فعلا مش هبيه خروب الكرة ضغط جديد جدا 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 من ريال ميوركا بدأوا يضغطوهم بدأوا يغلطوهم في مسألة الخروج بالكرة وطبعا بدأوا يلعبوا الكرات الطولية من نص ملعب نادي والهدف حتى الغلطة اللي جات من ناتشو نبدأ نشوف فيها نفس الفكرة اللي كان بيعملها كولر في مورات ناس الزمالك أنها النهاردة بقامشي بالكرة قبل ما اروح للخناقة بتاعت نص الملعب لا ده أنا هدخل المهاجن بتاعي أدخل لاعبي خش ما بين الاتنين مساكين وأبدأ ألعب على الكرات العرضية وبالفعل ناتشو غلط وإيه دخلت الكرة هدف وبعدها جه فرصتين لريال ميوركا وضيعه بعد ما أجاري بدأ يشوف معرفش بس لو التشكيل معنا ممكن نشوفه لو أجاري بدأ يشوف أن العامل البدني أن ريال مدريد وهو متأخر لازم يكون في رد فعل بدأ إيه لعب بقى في نهاية الشورت مع بلات شورت التاني لأ مش هلعب أنا هبدأ أهجب دي نشوف التشكيل بتاع المباراة دي وإيه هي بتدينا إيحاء وشكل أنشلوتي قدامنا هيفكر إزاي وإحنا هل إحنا عندنا صحة كلر المتخيل النهاردة فعلا عنده أفكار كتيرة جدا هل النهاردة مسلا فعلا ممكن يفكر في مباراة مايوركا يفكر في اقتباس الشكل اللي عمله أجاري ويحول يلعب خمسة يعني بقى ممكن ويرجع مثلا حمدي فتح كواحد لعب قبل كده مساج ويلعب بيها ويبقى فيها كم تحرق هي مباراة مايوركا بفجرة نظري هي مفتاح عشان نشوف الحالة الهجومية والدفاعية والزار يعني مايوركا مش نادي كبير في اسباني مايوركا نادي متوسط عنده أفراد كويسين وعنده لعبة كويسة لكن ما بنتكلم لهم مثلا مايوركا لا يقرم باسم الأهلي مايوركا حاجة والنادي الأهلي حاجة تانية خالص ولكن هم عرفوا يتعاملوا معهم فنيا وزيد عليها بس كان عندهم مشكلة واحدة بصراحة واحد على واحد من الجبهة اليسرى ريال مدريد فنيسيس عدد ده كده كمان بتطلعينه بره الجيم اللي هم قاعدين بيعملوا معه الحاجات ده فنيسيس والله فعلا الشروط التاني والله كبتل إسلام مش ممكن مفيش واحد دي قدام ومترقص مضيعين درب الجزاء كمان يعني بس الفكرة في حلتة ايه عايزين فعلا من رجل فكرة نصب سابت هتفي معي فيها ان اقوى نقطة اقوى نقطة كوة عن ديال مدريد فينسيس فيوقت الحالي مع غياب بنزيمة فينسيس فعلا بصراحة لا وبوجود بنزيمة كمان نعم وفي وجود بنزيمة خلي بالك اللي بيودي بنزيمة بنزيمة بس فينسيس فعلا لما بتتفرغله المساحة وبيتحط في موقف واحد على واحد وكمان سبحان الله هم عندهم أزمة في باك الشمال كما فينجا دخل وكأنه بيلعب في المركز ده بقاله عشرين سنوات برضو بكاس العلم لعبها كريم يعني لعب برضو بكاس العلم باك الشمال وعمل جفة كويسة جدا يعني هو كمان عنده إمكانيات يلعب باك الشمال ولكن يبقى فينسيس طبعا هو علامة الخطر في الريال ده 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 وعايزين اتكلم عليها النهاردة وإزاي ان شاء الله بإذن الله بإذن الله أكيد الجهاز الفني اللي نادل قال بيقال القولر إنه هو زي يوقف جبهد فينسيوس ريال مادريد ريال مادريد عشان يعني نحلله أنا حامل لحضاك مقارنة ما بين في آخر مطشين تشوف الفرق إزاي المنافس ده لعبه فالنسيا لعبه إزاي وإزاي ريال مادريد لعبه فالنسيا كان ريال كسب 2-0 هنشوف بالحالات معنا إزاي الفرقة دي إزاي هو قدر إنه هو يتعب فالنسيا وإزاي مادريد هي اللي تعب ريال مادريد أحمد هنا بيقول للكولر إيه إلعب بميوركا ماتلعبش إلعب بميوركا بس مش شرط طريقة اللعبة مش شرط طريقة اللعبة أنا بتكلم على التنظيم لا ليه أنا مش مع خمسة ليه وليد الركراكي لما عمل كده في مواتش المغرب في نص النهائي قدام فرنسا لعب فجأة خمسة كان بلعب أربعة واحد أربعة واحد طوله البطولة لعب خمسة حصلت لغبطة في الديفنس وسط الملعب ولا في الديفنس لا في الديفنس لعب بخمسة ورع في مواتش نص النهائي اللغبطة اللي حصلت حصلت على مستوى وسط الملعب لا على مستوى قلب الدفاع على التلاتة الورعب لما بدأ بتلاتة فجأة حصلت مشكلة فأنا مع تثبيت التشكيل طالما الدنيا ماشية كويس هات أول صورة معنا نبدأ بأول صورة ده الخمسة أربعة واحد اللي هم لعبوها هم زي ما كريم قال بدأوا بضغط عالف أول عشر ده أو أول خمسة تشر دي لكن بعد كده رجعوا بالشكل ده منظمين شوفت هنا انت مدية المساحات هنا انت خانق هي الفكرة برضه عشان الناس تفهم انت بتتكلم المسافة ما بين من أخر واحد وأول واحد ده لو عشرين متر طول منتق طول منتق خمانتاشر متر الخطر بكرة ان انت تغلط قدامهم تركيزك يقل أو تعمل خطأ سهل أو تديهم مساحة ده أهم حاجة بكرة لازم نتلافاها ان انت لازم تدية المساحات على قد ما تقدر ليه؟ عشان فيه فرق قدرات فيه سرعات دي الصورة لما البلد أب بتاع ريال مدريد ده بيت الشوت ده بيت الشوت وكبير عمل ضغط عالي هنا بقى تعالى شوف فالنسيا فالنسيا عمل كارثة قدام ريال مدريد فالنسيا كان بلعب بهاي لاين ديفنس دفاع عالي وبالتالي قدام ريال مدريد لو بتلعب بدفاع عالي شكرا خلاص بص المساحات بص هنا بص هنا بص هنا بص هنا بص هنا اللي على الشمال ده بص فينيسيوس بيتحرك على طول هياخد الكرة من هنا ده راح جاب جون اه على طول الصورة اللي بعدها تكمل بص هتلاقي هنا بص المسافة قدي من هنا للمرمى واحد واربعين مت بص قدي لدفاع عالي لو انت لعبت بتفاع عالي قدام ريال مدريد هتعاني اذا لازم ان انت بكرة تدايق المساحات ان الجهاز الفني بدأ يفرجهم على مباراة بايران ميوني الاهلي وبايران ميوني اللي شفناها اللي خسرناها تنين سفر قال لهم ان كان فيه بعض الاخطاء في التركيز ميز بص مالهاش لازمة ميز بص في مصر هتعرف تاخدوا كرة مرة تانية بص الدفاع العالي من نص الملعب لو انت لعبت كده قدام ريال مدريد لا ده كده غلط انا متأكد ان كلها مش هعمل كده بك هتعندك واحد زي فينيسيوس ده طب ايه الحل مع فينيسيوس ده عشان تراقبه زي ما احنا جبنا في التحليل المطش اللي فات لما كان طاهر بيرجع بيرجع يساعد مع معلوم عشان كده اتعرف الكابت العادل النهاردة وهو معنا قال تشكيل رائع في طاهر ناحية اليمين لا قال خالد نلعب ثلاثة منهم خالد عفتاح كان يالك خالد سرد باك ما هي بصك اللي شرحه ثابت يعني يبقى خالد عفتاح ومعه محمد يعني محمد هاني ناحية تليمين طبعا لكن مراف ظهر كثلاثة وراء بس فكرة الثلاثة وراء كريم فجأة مرة واحدة هتعمل رفجة هتعمل رفجة هتعمل دي بيت دلوقتي هوا الفكرة في الخامسة مثلا لو تفتكر اللي انت جابت تعمل مباراة سياتل لا سياتل الاهل واقف في الحالات الدفاعية ستة اقما ستة بحاوضة مين فين ستة لكي بقداش تقول ان الاهل بيلعب ستة تواحل ده اللي هتكلم ده ده في الحالة الدفاعية ان هو راجع وحمدي بيرجع او ديانج اللي بيرجع ما بين اتنين مساكين انت واقف ستة زي مايوركا مايوركا في الحالات الدفاعية واقف خمسة انه في الحالة الهجومية مش واقف خمسة ما هي دي اصلا هو لقطة انت بتاخد لقطة واقف انت بتتكلم ان الطبيعي جدا الطبيعي جدا وانت معك كورة مش هتبقى حمدي فتحي صح لو بتتكلم على حمدي فتحي اللي ممكن لو لعبنا خمسة هنلعبها زي حمدي فتحي ينزل ينزل ما بين السردبكين ويبقى عندنا عالي معلول ومحمداني هتفتقد الأدواركا لا هو انت حينزل هي الفكرة انت حينزل لعبتها مع شغلال الجيالي في 2000 في 2000 في 2000 في 2000 في 2000 في 2000 كنت بلعب نصف ملعب مركين اللي باكسين 24 وانت جاءت كنت بطلع واحنا معنا الكورة كنت خلاص انا راجل ديفندر نصف ملعب وبكمل وبكمل كل حاجة اول ما الكورة تلتع مننا بحاول انا بقى وسط الثين وبنلعب اللاين الخامسة وده ما اعتقدش نوحش احنا عايزين نقفل منين بالزبط يعني سؤال هنا اطرحنا السؤال ده ريال مدريب مثلا اذا صح التشكيل قالته صحيفة اص اللي هو مبني على ياريت معنا صرط اللي هو مبني على طبعا الدفاع لا يخلاف عليه كارفاخار وتشاوميني وقصدي وكامافينجا وروديجير وناتشو وفي النص وفي النص نص ممسوط ازاي توني كروس ومودرد وشاوميني وحط فالفيردي جناح ايمن عشان يدافع مع كارفاخار ورودريجو راس حربة وفينيسيس وينج شمال هنا وانس ان هو حط فالفيردي وينجي مين طبعا اللي بيحبوا الدولة الاسبانية بيحبوا كلاسكو يفتكروا اول مرة فالفيردي لعب وينجي مين كان امتى في الكلاسكو قدام برشلون وعمل ونقفل لما نزل مش قصدي الفكرة ان هو عايز يعمل جبهة قوية هو هنا عامل هو قلقان من جبهة اليسر يبقى محلين الاداء في ريال مدريد قالوا خلي بالك الجبهة اليسر عند الفرقة دي اقوى من الجبهة اليوم الطبيعي بصراحة مدى كبير على طول انا حط اسنسيو ده مركز وانت بتاعنا احنا كنا بنتكلم على ان هو هيلعب بفالفيردي في الدولة الاسبانية مع فرقة عارفة كويس وماتش هاي ليفل من الليفلز بتاع اوروبا لا هو بالنسباله احنا بالنسبالهم يعني كلاس بي احنا مش كلاس ايه زي اوروبا فبالطبيعي ان هو يلعب العادي يحط اسنسيو بقى وينجي مين ويهاجمه وهو يخنقنا وما يخلاش نمسي الكورة عشان ريال مدريد اللي راح يكسب كل حاجة وانس ان هو يفكر يحط بالنسبالي وينجي مين ده معناه ان هو عامل حساب كبير جدا 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 لانه اللي قال انه بالفردي اصلا ده مش مركزه بالفردي ما بتخبر رجوي اصلا تقلقه مع الريال ساعات بيلعب يعني ساعات ب بس بس مركزه هو بيلعب ونص ملعب ويطلع نص ملعب بس بس بيلعب بشكل كويس يعني برضو دي كلهم كلهم كوي احنا ما اقول الحركة هو انه هاي لدي مش ممكن ورودريغو راس حرب ورودريغو راس حرب معنا صورة التشكيل طب ياردي التشكيل ينزل برضو عشان نتكلم من خلال ورودريغو راس حربة وثلاثة في نص الملعب شاوميني ومودريج وطوني كروس من اللي تحت من ستة ستة اكيد هيبقى شاوميني شاوميني وكروز ومودريج الاتنين تمانية مودريج وكروس هم اللي هيكمل ومودريج بصراحة بصراحة يعني لاني منزل بديل في مايوركا مش ممكن لعيب مدرك وعنده الترانزيشن دي حاجة يعني والكورة لاز أفرج له بطريقة بصراحة غريبة يعني ده أعتقد ده التشكيل بتاع صحيفة أس كريم قال نقطة مهمة جدا نقطة أنه حيبدأ بفالفيردي وبهم مذكرين أن الجابها الشمال في النادي الأهلي جابها يتمعلون لأن فالفيردي أصلا كان بيضع افتكاس تالي استخوف أساسا كان في النقطة دي نلعب بفالفيردي وفينيسيس يعني التخوف بالنسبة لي أنه كان يلعب بفالفيردي وفينيسيس أنا كنت أتمنى يلعب بأسينسيو بصراحة ويفتح الجيم افتح الجيم شوية كده مش هيرجع يدافع وهتبقى عندك فرصة حتى هيبقى عالي معلول عندهم صحة لكن بفالفيردي طبيعي حيرجع يسهل في نفس الملعب شكل كبير وقوي جدا بدليا برابو عليك صح طيب برضو أثابت ده تشكيل متوقع مش عايفين إيه اللي هيحصل بكرة لكن في نهاية ده التشكيل يعني ده لأقرب حتى لو حصل تغييرها بقى سينسو مكان مثلا فالفيردي بس هو واضح أنه خلاص فالفيردي دي عشان خاطر جابهة علي معلول فده التشكيل الأقرب خلينا أقول لحدك نخش في الدربات السابتة بتاعتهم عندهم خطورة جدا بكرة لازم نركز يا جماعة في الدربات السابتة والركنية نجيب الدربات السابتة هتلاقي أول حاجة الدربات الركنية عندهم بتتلعب على أحيانا بتتلعب على مرتين وعلى ثلاثة يعني أول حاجة بص هنا حباك هنا لا دي تزددات إيسنسو يعني إحنا لو قسمنا هنا ريال مادريد جابهتين الجابهة اليمين دايما بيبافحة تزددات اللي هي جابهة إيسنسو نحية اليمين دي الدربات السابتة نبدأ كده أول حاجة خطورة الدربات السابتة روديجر المدافع دايما بتتلعب له على القايم البعيد وهو لازم من اللي هيمسكه مان لازم بكرة واحد يكون مان مع روديجر اللي هو المدافع بتاع ريال مادريد لأنه ممتاز في ألعاب الراس وألعاب الهوى بلعبها بشكل كويس جدا بس تحدينا لبقى هم كلهم بس روديجر أطول واحد نكمل بقى دي ده الدربات السابتة هات الدربات الركنية الدربات الركنية أول حاجة هنا هنا كام لعيب ثلاث لعيبة دايما لازم نركز إنهم بيلعبوهاش من مرة واحدة بيلعبوه على مرتين وواحد بيقف على الدائرة الركنية فالفيردي أو كروز على قوس المنطقة الجزاء عشان يشوت فهنا لازم اللعيبة لازم نروح لهم بثنين أو ثلاثة وفالفيردي كمان بنتكلم إنه هو الراجل بيحب يشوت من بره التمتاشر بكسابة مقدة وإحنا في التمرين شفنا وهو بيشوت تلاثة بص صحباك هنا برضو هنا الركنية اللي فاتت دي كانت منين من اليمين من اليمين دي من الشمال هنا مودريج هنا تنين بس برضو ملعوبة المودريج عشان إيه مودريج مميز بالكروزات باليمين وبالشمال عملها هنا بالمقاس برضو برضو على البعيدة؟ لا هنا على القوس بتاع على دايرة منطقة الجزاء في النص برضو فهنا لازم نخلي بالنا إن نكون مركزين إن انت الفرقة دي بتلعب على اتنين أو تلاتة ما بيلعبوهاش بيلعبوها إيه بيحاولوا يعملوا خلخلة في دفعات الخصر في الدربات السابتة فدي نقطة مهمة لأن مثل هذه المباريات لازم تكون في كامل تركيزك مية في المية خاصة في الدربات السابتة والركنية ممنوع الأخطاء السهلة الحاجات اللي زي دي على فكرة احنا بنعتبر الأخطاء اللي في الكرات السابتة هي أخطاء سهلة ممكن أنت فاكر إنهم عالعبوهم من مرة واحدة تيجي تلاقي العيب جاي جاري عليه زي مودريج مسلا وعملوا الأوفر هنا برضو التكملة دا دور إسنسو اللي كان هنا إسنسو طبعا فالفيردي بيعمل نفس الدور بس إيه الفرق ما بين إسنسو وفالفيردي نحية اليمين إسنسو الدفاع رقم واحد الدفاع إن فالفيردي حيحميله الجابهة وبتاعة معلول وحيعمل له زيادة في وسط الملعب لأن فالفيردي بيتحول كرابع مع الثلاثة بتاع وسط الملعب عكس إسنسو إسنسو دايما داخل للعمق وعايز يشوت فالفيردي برضو عنده الميزة دي فالفيردي بيشوت من أي حتة ومن أحسب مصابين العالم فلازم نخلي بالنا برضو بكرة دور محمد الشناو في التزديدات دي مهم جدا بالذات اللي من برة يعني واحدة من أسلحة ريال مادرين والأهم من محمد الشناو البلوك يعني كلمنا لأمانة لازم تقفل عليه كويس لازم تقفل عليه كويس ما تدوش مساحة للتزديد لأنهم مميزين فأهم حاجة إن الراجل لازم يكون عنده بلوك لازم اللعب يكون قريب جدا من يعني من سواء بقى هيلعب بالفيردي ولا هيلعب إسنسو لتنين مميزين جدا أعايز أوري حضراتكو حاجتين الحاجة الأولانية فينيسيوس أخذ رأي حضراتكو فيه هات الصور بتاعت فينيسيوس اللعيبة دلوقتي في العالم كلها بيتبتعامل مع فينيسيوس بعنف صحيح أكتر لاعب في العالم بيحصل على أخطات تجيب اللي خده بالشلوت فهنا كل وبقوا هنا لأنه اللعيب مهاري جدا أحرف اللعيب في العالم في الواحد على واحد واللعيب سريع لا مش لاعيب من نمار يعني واحدة على نفس هنا ممكن أنا شايف أن هل تعصبه وتخرجه بره الجيم هل تعصبه وتخرجه بره الجيم ولا يعني هنا محتاج واحد بدني معاه ولا يعني يبقى طاهر قدام هاني ولا حسين الشفحات يبقى قدام هاني أنا شايف أن انت ممكن تعصبه في أول عشر دقايق تدخل معاه بعنف لأن مش بعنف يدخد انزار خلي بالك برضو يعني انزار بدري في كارتح طبعا أنا دايما أبقى باصس على أن أنا أعرف أشوف إيه أهم مميزات وهو صعب جدا خلي بالك يعني أنا لو بلعب باكرايت في مدشو زي ده يعني مش عارف أنام كويس لأنه من أفضل وأمهر وأجمل وأسرع وكل حاجة لكن في طريقة يعني أنا لو أخد رأيي أنا لازم ألعب محمد عبد النعم لازم يلعب محيص أنا أمان في مباراة تنسي تتولى في بطولة الجمهورية لما بيلاقي اللي قدامي خلاص يعني هيخلص علي وموضوع بدأ ماتش بيهرب مني لازم أستفزه لازم أقرب موضوع الاستمزاز ده خلي بالك لا لا بق سيئ كمان خلي بالك دي كاركتر لعيب يعني فيه لعيب يقدر يعمل الكاركتر ده يعني أكرم توفيق مع فينيسيوس كنت هتشوف كمية ضرب في العاملاني لا كنت هتشوف معراقة لكن الفكرة أنك إزاي توقفه هي في اعتقاد الشخص فينيسيوس لعيب دربلر واسكيلر في نفس الوقت هو فعلا شبيل للمارة هو مش نمارة مش نفس الرانك بتاع المارة لكن هو شبيل للمارة هو لعيب بياخد القرى بسريع ومهارف نفسه سريع جدا ومهارف بسريع ومهارف اللعيب السريع ومهارف ده محتاج مفاعل مدير الفاني لازم هاني معه مساعدة برافو عليك كيفية إقاف فينيسيوس هي كيفية إقاف فينيسيوس ليس بكذا يعني لأ أنا مش مع الكلام ده إطلاقا لكن أنا معه إن أنا كفريق النادي الأهلي مش مشاني مشاني كفريق النادي الأهلي كمجموعة بتشتغل ناحية اليمين كمجموعة بتقدر توقف جزء أو تقدر تغطي جزء أو توقف الجبهة يعني بمعنى صحيح زي ما قلنا المطش اللي فات طاهر كان بيجي قدام معلول ممكن إن الجناح ينزل جزء بقى بالزبط يعني هو شغل المدير الفاني دايما بيبقى فيه مثل هذه والحاجة التانية عدم المواجهة الفيس توفيس بس خلاص لو أنت مواجهتش لو أنت مواجهتش بجنبك ما تواجهش فيس توفيس مواجهت فيس توفيس دي كده أنت حطيت نفسك في مخاطرة إن القرار اللي هو هياخده وأنت خدت عكسه خلاص طب فيه نقطة تانية فضل لأ أنا وانا قلتها لأ أنا وانا قلتها لأ أنا في الحتة دي بحبها جدا الحاجات اللي زي ده نعمل ايه؟ أنا عمري ما هنخله لجوه صح؟ طبيعي يعني أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقفلك جوه حيث ترقصني حيث تعمل اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها ما انت عندك حلين طيب أنت لازم هيكون عندك كفر لازم حد هيغطيك أصلي واحد لواحد طبعا أنا في رأيي إن محمل أبنانهم هو الكفر اللي حتى دي مش محمود متوالد صح 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 يعني أنقل شون سريع يعني أنقل منع من ناحية اللي مين؟ صح لأنه عنده قوة عنده سرعة وعنده كمان يعني يقدر عنده لا عنده تايمين كويس تايمين كويس هل عزيزة لفيلبردي من سريع؟ لا مش مش حكادي ما هو بلقه سريع لا بس مهم لا 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 مالعب ريال مدريد ماخذ على العشبان ماخذ على العشبان مقارنة سرعات فينيسيوس ولا فيلبردي؟ لا طبعا فينيسيوس طبعا أسرع وعنده أصلي كمان هي المشكلة إن إيه؟ بنيسيوس كده وكده لا بيزوق كمان يعني ممكن جدا أنا حتى الجون اللي جابه بيزوق الكورة وبيستغل سرعته فأنت لما تزوق الكورة لازم يعني فيه حد بيغطي؟ لو حد مغطي وراك عنده نفس السرعة أو قريب من سرعته فده يكون شيء أفضل يعني مبدئيا أنا مبدئيا لو أنا اللي حلعب بك رايت في موتش زي ده مبدئيا بدون أي تفكير عايز ترقصني رقصني صح؟ ترقصني البر يبقى عندي فرصة تانية إن أنا حيرفع وبالتالي ما واجهش بوشي وبالتالي ما واجهش بوشي أول وقفة هو جاي من هنا كده أنا هقافله أنا آسف يا سبيل أنا هقافله هو جاي كده هتلعه البرة حضرتك الخطة هو أنا هسيبه يعدي كده حتى لو لو زق انت فيه كبر وراك يعني لكن هو لو أنا وقفت له كده بوشي وهو جاي كده وخدني الجوة شكرا موضوع شكرا وحاجة دي أبس عايزة أضفها إن خط وسط الريال مديدة كابنيسينا وكابنيسينا وكابنيسينا إن هما لأ إن هما لما يكون في بنزيما في الملعب مع فينيسيس بيبقى هما عندهم توقفشنس هذا كبير وده كبير بس هنقعد نوزع وانس إن بنزيما مش موجود وفنيسيس بس الموجود مع كامل احتراطه عن رودريجو وكامل احترامل فالبردي هدائما للتركيز والعين من نص الملعب فين فيني فيني واقف فين يدرك كرة على طول طب دي حالة بقى هو داخل لجوه يعني برضو دي حالة هو داخل لجوه وبيحاول ياخد في مساح أنا عايز أكلمكو على رودريجو أدوار رودريجو إيه ممكن إيه المشاكل اللي يسببها الاتنين للسردباكات نقاط قوته أكيد مش هو مش زي كريم بنزيما فإيه الحتة اللي مميزة في رودريجو وإيه نقطة الضعف اللي فيها رودريجو أهم حاجة في إن هو هتلاقيه في جابهة معلول أكتر من هاني دايماً بيروح نحية الباك الليفت بتاع المنافس فبيجمع اللعب هتلاقيه مع فالفيردي ومع الباك رايد كارفخال فالثلاثة حيبوا مع بعض في جنب واحد هو دي مست وطبعاً هداف لعيب كيبي يعني واحد من اللعيبة منتخب البرازيل أنا مش مع الناس البتول إن الجايبات هتأثر أو كدريال مدريد كل اللعيبة البديلة حتى الحرس البديل الأوكراني هو هأصلاً أخذ أفضل حرس في منتخب في كاس العالم للشباب في عام 2019 وأخذت أوكرانيا البطولة دي أخذت أوكرانيا البطولة لكن أنا عايز أقول لحضاركم يعني لو نبص على الأرقام المباراة الأخيرة ما بين ريال مادريد وريال مايوركا تعالوا نستنتج منها بعض الحاجات المهمة جداً أولاً ريال مايوركا كان سايب الاستحواز تماماً لريال مادريد نبص على نسبة الاستحواز هتلاقي يعني هتلاقي نسبة الاستحواز واصلة إلى أدي الأرقام هاي 74% مقابل 26% الريال عمل 628 تمريرة مقابل 225 لريال مايوركا كم محاولة بقى لريال مادريد؟ 20 محاولة منهم كم واحدة صح؟ واحدة واحدة بس دي هنا طبعاً ده يعتبر تأثير غياب بنزيمة قدام لأن بنزيمة في الحتة الأمامية في الحتة الأمامية يعتبر واحد من أهم الأسلحة بالنسبة لهم فكان ناقصهم اللامسة الأخيرة في المباراة دي عكس ريال مايوركا راح عليهم أربع محاولات قدر ان هو يجيب جون قدر ان هو يخطفهم في أول عشر دقايق وده هنا دور كولر في تقسيم المباراة ممكن ان انت أول عشر دقايق تفاجئ ريال مادريد وتحاول ان انت تسجل بهدف وبعد كده ترجع زي بالزبط يعني نفس السيناري اه تسيب له الاستحواز نفس اللي عمله ريال مايوركا ريال مايوركا انت بتتكلم في استحواز ستة وعشرين في المية مقابل اربعة وسبعين وفي الآخر النتيجة ايه ريال مايوركا تكسب ريال مادريد واحد سفر صحيح فهي هي كورة ده برضو بقية الحاجات قدي سجل الأهداف حتى الدربات الركنية اتنشر ضربة ركنية لريال مادريد عشان كده النهاردة تكلمنا في الدربات الركنية ورقم كبير او اتنين وتلاتين عرضية اتنين وتلاتين عرضية مقابل اتنشر عرضية بس دي مهمة جدا ان دي بقى كابتلان دي مهمة جدا اتنين وتلاتين كورة عرضية دي تؤكد فشل ريال مادريد في الاختراق من العمر باصل ريال مادريد فريق ما ما بيلعبش على عرضيات كتير في عدم مقوب بنزيم وكمان هو كمان فريق بيلعب راسحة بوحيد فبالتالي هو دي انا بيحب يهاجم على الارض بحب يلعب كورة على الارض ده اللي انا بشوفه هو ده النجاح اللي عمله اجاري ان انا النهاردة اجبرتك تلعب باسلوب مش بتاع هو ده اللي انا بقولك عليك اه اتخرجه بره يعني بره شكل اه هو ده اللي انا بتكلم فيه انا لما انا جاي ادخرج جوا لا اطلع بره الاوفر ريح يبقى فيه واحد يعدل متصرع وتاني يغطي وحارس مرمى يطلع يمسك وستوبر يطلع بدماغه ولا كذا لكن انت الجوا هو حيشوت طب المعركة وسط الملعب يعني خلاص بتتكلم على مودريش بتتكلم على تشواميني بتتكلم على توني كروس تضبط الملعب بالنسبة للثلاسي للنادي الان طبعا احنا بنتكلم على تشواميني واحد من يعني النجوم الصاعدة في المركز ده وبيتم تحضيره يعني عشان يبقى بعد كده هو الاساسي لريال مدريدي سنوات طويلة بس ابنتكلم هو يمتاز بالسرعة تشواميني سريعي للغاية وعنده كبان قدرة على التحول يعني من الميلش بسرعة كبيرة جدا وكان مفسد للعجمات بشكل مميز جدا مودريش فعلا والله والله يعني عنده صورة الضعف مودريش ما عندهوش نقطة الضعف بكل امان وحنا طبعا بنتكلم على اللفت بتاعنا مودريش بالنسبة لنا مفيش نقطة الضعف الراجل نزل في النصف ساعة الأخيرة قدام ريال مايوركا كل اللي لعجبة ريال مايوركا ما حدش عنده جرأة ونيخش عليه مودريش مش ممكن بصراحة بيوزي موسطن ملعب يا كمتستان بيضرح حرج الفريق وكمان الفيجين بتاعته بيعمل في أسرع وقت ممكن وبيقرأ وبيشوف كمان اللي متحرك صحة متحرك غلط يعني قول ما بيلاحظوا حقا متحرك غلط ما بيبصروش خلاص انت اوت مودريش بصراحة بكل امان احنا يعني انا مش شاهد فيه ما خدش افضل لعب في العالم من قليل يعني مودريش مودريش حاجة مازال من افضل لعب العالم غد وبصراحة برضو عايز اقول حاجة هي مش احباط يعني بس شابرنا بقى واقعين احنا بنشوف المباريات من فرق عليها على تلفزيون بس الناس لازم تعرف ان لفل الجيم بتاعنا على التلفزيون يعني في الملعب بقى حاجة وليفل الجيم بتاع ريال مدريد واوروبا حاجة تانية تكلم على الرتم يا احنا بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا احنا بنتفرج على مطش مطش على التلفزيون لا المقاردة هي مش مقاردة هنا ما تنزل تلاعب فريق افريق او فريق مصري حاجة وتنزل تلاعب ريال مدريد في الملعب ده لفل تاني خالص خالص احنا ما نعرفوش ومش بتعودين عليه كمان فقط الوسط فصراحة طبعا اكيد مليون في المية الافضلية لي ريال مدريد طوني كروس ربما يكون بيعاني في السنوات الاخية طبعا من بطء جديد جدا جدا لكن هو بيعود البطء ده بالفجن طبعا اللي هو ممكن يلاعبه انا اسف يعني من ركنية للركنية من ركنية للركنية وخطورة توني كروس معانا بعد فجة نظري ان هو الوحيد اللي بيسبد من الوضع واقفا توني كروس بيحط كورة يعني بيعامل سكان الجود عندي المساحة اللي تشوف منها انا مش هزقها واخد من الحركة لا لا خالص واتحت رجلي وحسدادها بالقوة اللي انا عايزة مركودة في الزاوية اللي انا عايزة بالاسلوب اللي انا عايزة فطوني كروس في وجهة نظري خطورته معانا في التزديدات واللي سابت شرحه للمنطقة اللي قدام منطقة الجزاء ماينفعش خالص او فالفيردي يتسابوا عندهم مساحة للتزديد طب انا بأسأل لك السؤال على على الشكل نفسه في المطشاط اللي فاتج كنا نلعب اتنين يعني عامر السولية واليو ديانج وحمدي فاتح هو اللي واخد قدامهم هو راس المسلس في الحالة دا تنقل بالقصة يعني يبقى حمدي فاتح هو اللي تحت وعلى يمينه وعامره وعلى شماله انا اعتقد ربما الشكل الاخير نحب نلعب بأليو ديانج وحمدي وعمر السولية وهم اللي بيكمله انا في وجهة نظري احنا محتاجين نتخلى عندي ما تبقاش واحد اتنين تبقى اتنين واحد هتبقى حمدي واليو ديانج على نفس الخط وعمر هو اللي قدامه من خطر به شوية لان المخاطرة فوجة نظري بحمدي وعمر السولية زادة على اللزوم ربما تكلفنا يعني كثير من المشاكل خطر وسط طيب برضو على معركة وسط الملعب هي الاهم في هذه المباراة وجهة نظري بايدا عن الدفاع والهجوم طبعا مهمين لكن انا اصد ان معركة خط الوسط يحمد ليها الجانب الاعلى انت عندك هنا توني كروس ومودريتش بالنسبة للتشكيل النزل في القاس وايضا على الجانب الاخر انت عندك اليو ديانج ثم عمر السولية وهي لا نفيش بلاي ميكر وهي لا نفيش بلاي ميكر طريقة لعب من المدريد بتعتمد على توني كروس ومودريتش واحد فيهم او اي حد منهم غالبا بيبقى توني كروس وبينعب الكرات الطويلة على فيني بدون ادنى يعني لو هو واقف ناحية الشمال وناحية اليمين فالفيردي فاضي ورايح للجوم مش هيلعب لفالفيردي هيلعب لفنيسيس طيب انا هنا انا دوري ان انا عايز اعرف او عايز اعرف الناس تعرف الثناسي ده مين اللي هيروح يغطي دايما على محمد هاني ده الشغل الشغل بالنسبة لي انا لو لو طلعت فينيسيس بره اللعب عن طريق ان احنا نجنور او نخليه بقى بش موجود بطرق لعب معينة احنا هنبقى قللنا من ستين في المائة مش هقول ستين في المائة ستين في المائة انا معايا تشكيل الاهلي ازاي تقفل المساحات بتاعت فينيسيس جونيور ومعركة وسط الملعب زي ما هم عندهم افضل خط وسط في اوروبا احنا برضو عندنا اقوى خط وسط في افراج من وجهة نظري عمر السلية حمدي فاتحي طبعا مع تواجد احمد جندوزي مع تواجد مروان عطية انا بشوف ان ده اقوى خط وسط في افراجي النادي الاهلي حاليا مسألة الضغط بتعتمد على تقسيم المباراة من مارس الكولر انت ممكن اول عشر ده زي ما عملت في بعض المباراة قبل كده ان انت بتخلي الاثنين الارتكاز المساندين هم زي ما عملت مثلا في مباراة الزمالك كان افشا مثلا بيروح هو وحمدي فاتحي بيروح يعني ده مثلا لو افترضنا التشكيل اهو احنا بنلعب مثلا بهاني وعبد المنعم ومتولي ومعلول انا هنا حطت عبد المنعم لينا حيط اليمين زي ما كابتن هاني رامزي قال ان عبد المنعم انا حاب ان هو يروح يمين في الماتش ده عشان يغطي على هاني ادي رقم واحد رقم اتنين انا حطت طاهر قدام هاني ليه تحديدا لان طاهر الوراء يرجع الوراء مع محمد هاني كده هتبقى كام خمسة وحيضم معهم اليو ديانج هتبقى ستة ادي تلاتة كده انا شايف طريقة اللعب شايف ان انا اقدر اقفل على فيني بنيسيوس بشكل متميز في نفس الوقت الجانب الجانب التاني هيبقى عندي الاسماء التلاتة اللي انت قلت عليهم ولكن في الناحية التانية وعندي كمان خطورة بيرسي تاو انا شاف ان بيرسي تاو واحد من الاسلحة المهمة جدا بكرا ان شاء الله ان بيرسي تاو لعف دورة ابطال اوروبا واحتراف في انجلترا واحتراف في بلجيكا واحتراف في دوليات كبيرة عنده من الخبرات انا بشوف ان هو احسن مهاجم يديك بكرا حتت طبعا مع تواجد شريف مع تواجد كهرباء ولكن انا شاف ان بيرسي تاو عنده القوة البدنية مهاجم واهمي يقدر يستغل المساحات والحاجات الموجودة يعني حتى ارقام ريال مادريد طبعا فريق كبير جدا واعظم فريق اعتبر في العالم ولكن انا بشوف ان هو عندهم مشاكل بعض المشاكل الدفاعية والارقام اللي بتقول كده اه يعني لو عملنا مثلا مقارنة نجيب المقارنة ما بين انشلوتي وكولر في الارقام السنادي تحديدا ريال مادريد لعب اتنين وثلاثين متش السنادي في جميع البطولات ممكن بس اقول حاجة المكان الحديد دي طبعا 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 مع اختلاف واحتلام مع اختلاف المنفسين طبعا بس انت هنا بتقيم ارقام بس انشلوتي لعب اتنين وثلاثين متش كسب تلاتة وعشرين ما ارقامهم كويسة طبعا اتعدلوا اربعة وخسروا خمسة بس تعال نشوف احرازه كم جهون ستة وستين معدل احرازهم للهدف اتنين هدف في المتش الواحد الرقم الوحيد اللي سالبي عندهم هو استقبال الاهداف استقبلوا كم هدف تلاتين هدف في اتنين وثلاثين متش تقريبا هدف تقريبا تقريبا طب الشباك النظيفة كم متش من الاتنين وثلاثين خمستاشة يعني تقريبا نص اكتر اقل من نص يعني نص متشاط ريال مادريد بيدخل فيهم اهداف فدي حاجة يعني ممكن بزرة امل حاجة صغيرة ايه ارقام زي ما بتقول كريم مع اختلاف المنافسات بس دي حاجة ممكن مش بنتكلم كنقاط ضعف لا بس انت حاجة ممكن تطمنك شوية نتكلم بقلب جابد ما تخافش ما تخافش ان اللي بتقطع مش هده عشان بس ما يحصلش ما يحصلش تريقة ولكن يعني تعال نشوف الهدف اللي دخل في يوم في المباراة اللي فات ما وبرضو دي ده الاتنين المساكين اللي هيبدأوا سواء روديجر او ناتشو تحاول انا شايف ان لازم بيرسي تاو بيرسي تاو لازم يتحرك في المساحة اللي ورا ناتشو دي يعني بعض الحلول ان انت ازاي انا قلت ان اهم حاجة لازم تدايق المساحات لازم تقلل اخطائك لازم تكون في كامل تركيزك وتلعب على الهجمة المرتدة بشكل مميز في المساحات اللي ورا ناتشو من خلال سرعات بسان حسن الملعب ده صغير اه اه اكيد او ازعب مليون في المئة ازعب ازعب يعني اه ازعب خلي بالك فيه فرق ما بتحبش الملعب دي فيه فرق زي ارايا المدريد ما يحبش الملعب يتدايقها ونلاعني ما يحبش اعب الزب يلا اتفضل لازم هنا جمعوا اللعب في جنب بيان ميروكا وعملوا الكرة بالعرضية هنا ارجع هات عدد المدافعين انت كنت جايبة في السورة اللي هدلها تجاهل ارجع هنا ناتشو وحط الهدف في مرمى برضو فانت تقدر اه 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 اربعة خمسة او اتنين قدامهم او اربعة جوة اه اربعة او وطلع مهاجم ادري ان هو يسجل من خلالها ده طبعا حالة من عدم التركيز للمدافعين فانت لازم تركز في بعض الحاجات دي في الهجمات المرتدة اللي ممكن ان شاء الله نقدر من خلالها نحاول على الآن نسجل باذن الله عموما توقعاتك لهذه المباراة توقعاتك ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله احنا رحنا المنديال طول حياتنا واحنا ابطال افراق وكان اقصى شيء وصلنا له المركز التالي دي اول مرة نروح واحنا كواصيف واجبنا عند رجل صحوة الطعيب فرح باذن الله yara com ان شاء الله باذن الله بيتم مباراة طليق ان شاء الله انا متىكد انا سيكون في مباراة طليق سواء نادي الاهلي او نادي ريال مدريد. احنا فعلا بنتكلم عن مباراة للتاريخ. مباراة تخص النادي الأهلي وتخص ريال مدريد. حقيقة طبعا يعني كلنا ان شاء الله احنا سعداء من دلوقتي. يعني احنا فرحانين مستنيين المباراة تيجي بسرعة عشان نتفرج على مباراة تاريخية. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا كل الثقة فيهم. وان شاء الله زي ما بقول وصولك بتلعب قدام ريال مدريد دي بطولة. ولكن احنا طمعين. نتمنى ان شاء الله تكون نهاية كأس العالم للاندية. يكون نهاية عربي بعد وصول طبعا للهلال السعودي للمباراة النهائية. ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق ليه في ريتنا. وكل الشكر طبعا ليه ديوفنا. كريم شكرا جزيلا. ابو وحميد شكرا جزيلا. شكرين كريم على رؤيت معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الأهلي في مباراته الهمة جدا جدا والتاريخية بكرة أمام ندي ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأنديال ألف بوق طبعا للهلال وصوله للمباراة النهائية إن شاء الله يا رب نبارك للنادي الأهلي ما تنسوش أن بكرة للستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي على شاشة قناة النادي الأهلي تداء من الساعة السابعة كل كواليس ما يحدث قبل بداية المباراة على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من الأهلي في المنديال اشتركوا في القناة